يا طالبا للعلم اسأل عالمة فرياضاتي كالماء للبستاني لا بل جزور للعلوم وإنها حجر الأساسي لرفعة الأرطاني فالجبر والتحليل علم نافع وكذلك الإحصاء ورسم بياني أضحى مقاصا للتقدم إنه سمة العلا في هذه الأزمان أهلا وسهلا بأبنائي وفناتي طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي على منصة البس المباشر ومعكم الأستاذ عبيب حسني معلمة الرياضيات ومدربة صفوف العليا إدارة نصر التعليمية محافظة بن سويف أهلا بكم يا أصدقائي في رحلة جديدة من حساسنا النهاردة حساس دروس الرياضيات في مجموعة الأعداد الصحيحة أو الوحدة الأولى الأعداد الصحيحة وعندنا الدرس الثالث وهو جمع وطرح الأعداد الصحيحة النهاردة هنتعلم هنتعلم إزاي نجمع الأعداد الصحيحة وهنتعلم إزاي نطرح الأعداد الصحيحة وهنعرف خواص عملية الجمع وطرح للأعداد الصحيحة وهنحل مسائل متنوعة على جمع وطرح الأعداد الصحيحة يلا بينا نبدأ رحلتنا أول ما هبدأ رحلت النهاردة هبدأها بقعدة الإشارات عشان أجمع مسائل فيها أعداد صحيحة اللي هي جمع الأعداد الصحيحة أول قعدة عندي لما يكون جمع عددين صحيحين يكونوا موجبين يبقى أول حاجة لو العددين اللي قدامي موجبين وجد معهم معناها نعمل إيه؟ يعني باستخدام خط الأعداد نجمع العددين 2 و5 لاحظ معايا أدي خط الأعداد عايز أجمع العددين 2 زائد 5 أجمعهم إزاي؟ هبدأ المسافة على طول للعدد 2 يبقى هنبدأ من الصفر وهنروح على الـ 2 أدي خط الأعداد بتاعي يبقى من الصفر الـ 2 مسافة الخطوطين بتوعي هجمع عليهم 5 هنمشي في الاتجاه اليمين ليه؟ لأن الأعداد هنا إيه؟ الأعداد بتزيد فبنجمع عددين موجبين فدلوقتي الخط هنزود فوق الاثنين خمس خطوات. يعني هنط تلاتة أربعة والخمسة ستة والسبعة. يبقى هنقف عند مين؟ هنقف عند السبعة. يبقى هنزود على الاثنين خمس خطوات فهنقف عند السبعة. اهو. احنا اتجهنا لليمين ليه؟ لأن الأعداد موجبة. فبنمشي على خط الأعداد الاتجاه موجبة هو نحيط ايدك اليمين. وبالتالي هنا الأعداد بتزيد. يبقى هنا اتنين زائد خمسة بيساوي سبعة. نتعلم ايه؟ نتعلم انه عند جمع الأعداد الصحيحة الموجبة مماثل لجمع الأعداد الطبيعي. يبقى لما بجمع مع بعض يا معاذ عددين موجبين يعطيني عدد موجب. اهو. اعطاني سبعة. عددين موجبين اتنين والخمسة يدينا سبعة. كأننا بنجمع أعداد طبيعي. تمام؟ ندخل على القاعدة التانية وهي جمع عددين صحيحين سالبين. طب يا مثل لو عددين سالبين زي مين؟ تعالوا نستخدم خط الأعداد بنفس الطريقة وهنجمع سالب اتنين مع سالب ستة. هنجسم خط الأعداد قدامنا هون وهنتحرك عليه. اتعلمت ان انت عشان تحسب العدد الأولاني لازم المسافة من بداية الصف. بدايتك بتكون صف. طبعا سالب اتنين نحية ايدك الشمات. يبقى هبدأ من الصف للسالب اتنين. زي ما انت هتشوف في ذالوقت. قدي من الصف للسالب اتنين. اتجاهنا يسار ليه؟ علشان الاعداد بتتجه لليسار والنحية السالبية لانها ايه؟ سالبة. فهمنقول سالب اتنين. اهوفا مش السهم هن من صفر السالب اتنين. دي المسافة بتاعتي. طيب. عايزين نجمع عليها. يعني نزود عليها سالب ستة. معناها ان انا هزود ست خطوات برضو في نفس الاتجاه. طالما في نفس الاتجاه. يعني هقول قدي واحد. قدي اتنين. قدي تلاتة. قدي أربع. قدي خمسة. قدي ستة. يبقى هنقف عند مين؟ هنقف عند سالب تماني. زي ما انا خطى الطلق دلوقتي. يبقى عند جمع عددين سالبين. ينزل عدد سالب. ينزل عدد سالب. يبقى سالب. قدي سالب. مع سالب. ينزل. نجمع وينزل سالب. بمعنى ان جمع الاعداد الصحيحة السالبة. تساوي عدد صحيح سالب. يبقى لما بنجمع عددين مجابين. بينزل العدد مجاب. لو جمعنا عددين صحيحين سالبين بيرزل العدد سالب تمام كده حلو التالت القعدة التالتة جمع عددين أحدهما موجب والآخر سالب يعني واحد موجب وواحد سالب طيب نعملها ازاي دي آه هروح حجم عددين واحد موجب واحد سالب على خط الأعداد واحد سبعة والتاني سالب أربعة الاتنين اختلفوا في الإشارة لو لاحظتم اعطى السبعة بالموجب يا معاز واعطى السالب أربعة يا جنة بالعدد السالب يعني بإشارة سالب طيب نجمعهم ازاي يا ميس على خط الأعداد تعالوا نشوف ادي خط الأعداد انا عايزة اجمع العدد من سبعة فهبدأ بالسبعة بداية من مين من الصف نعد الكام خطوة السبعة خطوات والسبعة خطوات يعني صف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة فاتجه نحية اليمين هيمشي كده الخطة هيمشي كده نحية اليمين زي ما انا نزلت كده الخط باللون الأزرق وقفنا هنا عند كام عند سبعة عايز يزود عليها سالب أربعة عايز زود كم خطوة سالب أربعة طيب السالب يبقى في اي اتجاه السالب يبقى بيمشي الناحية التانية السالب يمشي الناحية دي كده عكس فبالتالي لما ارجع لورا هرجع كم خطوة للخلف سالب أربعة تعالوا نشوفها يعني هبدأ انا وقف هنا عند السبعة ناخد أربع خطوات للخلف أدي واحد اتنين تلاتة ها أربع وقف عندي مين وقف عندي التلاتة انا همسح الخطوط اللي انا عاملها بالأحمر علشان ما تطلخبطش اهي كده اهو يبقى انا عملت ايه يبقى انا عملت يبقى انا قلت لو انا عايزة لعدد سبعة بعد من قور الصف الحد ما وصل للسبعة في الاتجاه الموجة طيب هنجمع عليها عدد سالب عدد سالب يبقى اذا هرجع للخلف بالعدد الموجود قدامي وقال لك سالب أربعة يبقى ارجع كم خطوة ارجع أربع خطوات للخلف فيوقف عندي مين هيوقف عندي التلاتة نفهم من كده ايه نفهم ان السبعة زائد سالب أربعة تديك موجب تلاتة طيب برضو ما فهمتش هاجه انا فهمت ايه فهمت دلوقتي ان انا بعمل عملية طرح بعمل عملية طرح والكبير ياخد اشارة يعني ينزل العدد بس باشارة كبيرة هو مين الكبير فيهم ايوه السبعة هي كبيرة وهي عدد موجب حلو لما اطرح منها الاربع انا بجمع عليها سالب اربعة يبقى معناها ان انا بحقق عملية طرح وينزل العدد باشارة الكبيرة فبسأل السبعة انت كبيرة ولا السالب أربعة أنا نزلت الثلاثة أنا كده طرحت لأني رجعت للخلف حلو طيب من الكبير فيهم؟ السبعة هي كبيرة السبعة كبيرة بالموجب فبالتالي تأخذ الثلاثة دي تأخذ الإشارة الموجب فيصبح موجب ثلاثة أتعلم من كده أن عند جمع عددين صحيحين أحدهما سالب والآخر موجب بنعمل عملية طرح بنعمل عملية شطار بنعمل عملية طرح ونأخذ إشارة الرقم الكبير زي ما أنا قلت طيب ممكن يا ميسة تدينا مسألة قدامنا هنا دلوقتي؟ أيوة ممكن أقول لك مثلا سالب خمسة أهي واجمع عليها تركز معي واجمع عليها تلاتة واجمع عليها إيه تلاتة وأقول يساو أهو أنا هعمل لك مسألة هنا على جمع سالب خمسة زائد تلاتة العملية في الوسطة عملية جمع صحيح كده؟ طيب الرقمين اللي قدامي آه واحد سالب واحد موجب لما يكونوا الإشارتين مختلفتين بتوع العددين أنا بجمع بس الإشارتين مختلفتين نطرح وينزل إشارتي كبير حلو تعالوا نطرح يعني سالب خمسة موجب تلاتة يبقى أنا هعمل كام؟ يبقى هنطرح يطلح كام؟ هيطلح اتنين حلو أول ركز معي بقى مين الرقم الكبير فيهم؟ آه الخمسة هي كبيرة إشارتها إيه الخمسة؟ إشارتها سالب إذن الإشارة هنا الموجودة تبقى سالب اتنين تاني يبقى سالب خمسة زائد تلاتة بنترح وناخد إشارت كبير إشارة هنا كبيرة مين؟ اللي هي السالب خمسة فطرحنا فعلا وخدنا إشارتها اللي هي سالب اتنين ها كده تمام؟ ندخل على المعلومة التانية بيقولك إيه وجد ناتج كلا مما يلي يلا ناخد مسألة سالب ستة زائد ستة آه لما جمع سالب ستة أدي ده بالسالب العدد الأول بالسالب والعدد التاني بالموجب هو العدد ومعكوسه آه العدد ومعكوسه يعطينا صفرة زيه مثلا أقول اتنين زائد سالب اتنين اهو اتنين وزائد سالب اتنين آه لعدد اتنين معكوسه سالب اتنين يبقى هيطلح صفر برضو حلو ولو قلت ولو قلت مثلا سبعة أو سالب سبعة خليها في الأول السالب اهو لو بدلنا المكانまفيش أي مشكلة ده المعكوس بتاع مين؟ المعكوس بتاع السبعة المعكوس بتاع السبعة سالب سبع موجب سبع برضو يدينا ايه صفر يبقى العدد ومعكوسه بالجمع يعطي صفر احسنتم ياولاد يلا نشوف المسألة اللي بعدها اعطاك اربعة زائد سالب سبع هنا اتفقنا ان العددين مختلفين العددين مختلفين في الاشارة عشان اجمع اقول اربعة زائد سالب سبع يبقى معناها ان انا هعمل عملية طرح يبقى هقول هطرح السبعة واطرح منها الاربعة وبعدين ناخد الاشارة بتاعت مين هناخد اشارة مين اللي هتنزل هل المجب ولا اللي هي فيها سالب سبع لا هناخد اشارة الكبير اللي هي السبع عشان سبع اكبر من الاربعة يبقى تنزل سالب تلاتة يبقى سبع نقصة اربعة تديك تلاتة والاشارة اللي موجودة بتاخد مين بتاخد اشارة الكبير يبقى نطرح وناخد شرطة كبيرة. ها كده تمام؟ يلا بينا نشوف المسألة بعد كده. لو قلت لك صف زائد سالب أربعة. الصفر بصف هجمع عليها سالب أربعة. إذن يبقى كم العدد كام على خط الأعداد منها هعد من الصف هعد لحد السالب أربعة. فإذن العدد اللي هينزل هيكون كام هيبقى سالب أربعة. تمام يا ولان. يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. هندخل على حاجة اسمها خواص عملية الجمع في صار. عايزين نتعلم خواص عملية الجمع في صار. ايه يا الخواص؟ بيقولك إن عملية الجمع عندي فيها عملية من انغلاق. عملية الايه؟ الانغلاق. هي عملية الجمع مغلاقة في صار بمعنى أن نات الجمع أي عددين صحين هو عدد صحيح. بمعنى أن عملية الجمع ممكنة دائما في صار. أنا مش فاهم. يعني ايه انغلاق؟ يعني لو جمعت ثلاثة زائد واحد يدي كم؟ يدينا أربعة. الثلاثة موجودة في صار. اه. الواحد ينتمي إلى صار. ايوة. ولو جمعت الثلاثة والواحد يديه كم؟ يدينا أربعة. طب الأربعة دي موجودة فين؟ ايوة الأربعة بتنتمي إلى الأعداد الصحيح. هو ده معناة الانغلاق. إن لو جمعت أي عددين صحيحين موجبين أو سالبين أو موجب وسالب كلهم بيكونوا موجودين فين؟ في المجموعة الأعداد الصحيحة. في مجموعة الأعداد الايه؟ الصحيحة. يعني عملية الجمع بتكون ممكنة كل الأعداد أو كل الأرقام الموجودة تكون موجودة فين؟ في صار. دي اسمها الانغلاق. طيب لو دخلنا على كلمة الإبدال. العملية التانية اسمها الإبدال. يبقى أول عملكة الانغلاق التانية اسمها الإبدال. وهي عملية جمع أي عددين صحيحين إبدالية. يعني إيه ميز؟ بمعنى أن ألف زائد به بتساوي به زائد ألف. بلدو مش فاك. يعني لو قلت لك اتنين زائد خمسة بتساوي. هي نفسها لو قلت لك خمسة زائد اتنين. يبقى أنا عملت عملية إبدالية ولا لأ عملتها. طيب هل هي موجودة في صار؟ أيوة موجودة في صار. يبقى عملية الإبدال ممكنة أيضا في صار. طيب رقم ثلاثة. الدمج. عملية الجمع دامجة. عملية الجمع إيه؟ دامجة. ما أنا عايزة لعملية الثالثة وهي الدمج. آه هل هي دامجة في صار؟ دعنا نشوف. إذا كان ألف وبه وجين تلات أعداد صحيحة. فإن ألف زائد به زائد جيم بتساوي. لما أجمع ثلاث أرقام وهقول لك عايزين نحقق فيه الدمج. لو خدت الألف مع البيه جوة كوست هي زائد جيم هي نفسها. لو طلحت الألف من كوست ودخلت البيه مع الجيم. بمعنى لو أنا قلت تحت الألف دي عملت رقم اتنين. تمام؟ وهجمع عليها أهو جوة الكورس أجمع ثلاثة. صحي كده؟ ننزلت ثلاثة بكام؟ بخمسة. زائد وهكتب هنا أربع. حلو خدت الجيم بأربع. طيب اتنين وثلاثة كام؟ خمسة حطة تحت. خمسة واربعة كام؟ خمسة واربعة تسعة. يبقى الطرف اليمين بتسعة. طيب الألف انت عوضت عنها هنا بكام؟ أيوة العدد اتنين. هو قال لي كده اتنين. طيب ولو جيت هنا واحدة قلت لك أقول زائد بدلت الأقواص خدت بقى ضمت بعددين التانين. هضم البيه انت حطتها هنا بكام؟ بتلاتة. حط التلاتة جوة كوست واجمع عليها الأربع. يلا تلاتة واربعة. اجمعهم مع بعض جوة كوست. هيتلعوا بكام يا شاطر؟ اتنين اهيه في دماغي وثلاثة واربعة سبعة. سبعة واثنين كام؟ تسعة. الله يعني عملية الدمج أيضا موجودة أو ممكنة في العداد الصحيحة. عملية الدمج موجودة في مجموعة الاعداد الصحيحة. شرحت كم خاصية؟ شرحت الانغلاق. شرحت الابدال. شرحت الدمج. تعال نشوف الخاصية الرابعة. الخاصية الرابعة يا ولاد وهي العنصر المحايد الجامعي. العنصر المحايد الايه؟ الجامعي. الصف. يبقى مين هو العنصر المحايد الجامعي؟ الصف. وهو العنصر المحايد الجامعي في صاد في المجموعة الاعداد الصحيحة. وايضا في طه اللي هي مجموعة الاعداد الطبيعية. مجموعة الاعداد الصحيحة وهي تشمل فاكرينها اللي هي صاد الموجبة. صح اتحاد مجموعة الصف. مجموعة الصف. اهيه. اتحاد اللي انا اعطيتها في اول حصة اتحاد صاد دي موجبه هنا موجب وهنا دي صاد الايه السالبه طيب هو بيقولك طيب مجموعة العداد الطبيعية تبدأ من كم تبدأ من صفر طيب بيقولك ان الصفر ده هو العنصر محايد سواء في المجموعة العداد الصحيحة او في المجموعة العداد الطبيعية لو قلت الف زائد صفر بتساوي صفر زائد الف يعني بتساوي الف يعني لو قلت خمسة زائد الصفر خمسة زائد صفر هي نفسها بخمسة لها نفسها صفر زائد خمسة وتطلع في الاخر بكم برضو اتطلع بخمسة يعني كأنها بتجمع العدد زائد الصفر يديك ايه نفس العدد ده العنصر محايد الجامع لو دخلنا على الخاصية الخامسة وهي المعكوس الجامعي لسه شايفنا حالا واحنا بنحل مسائل الجامع المعكوس الجامعي إن كل عدد صحيح ألف على خط الأعداد يقابله عدد صحيح إيه سالب ألف يبقى ألف المعكوس بتاعه سالب ألف بحيث يكون ناتج جمعهما يساوي صفرا وبالتالي حققناه في المسائل اللي عدت من شوية لما أقول ألف زائد سالب ألف يعني بتساوي سالب ألف زائد ألف بتساوي صف يعني لو قلت ستة زائد سالب ستة أهو يبقى يديك العدد إيه يديك هنا النتيجة كام يديك صف أيوة يعني لما بجمع عددين العدد ومعكوسه يدينا صف على خط الإيه على خط الأعداد كده أنا خدت كام خاصية في الجام خدت خمس خواص خدت خاصية الإنغلاق خدت خاصية الإبدال خدت الدم خدت العنص المحايد الجامعي وهو الصف خدت المعكوس الجامع عند جم العدد ومعكوسه يعطينا صف طيب تعالوا نتحقق بالسؤال الجيدة من خاصية الإنغلاق وده سؤال موجود في كتاب المدرسة من إنغلاق عملية الجام عايزينا نعرف هل خاصية الإنغلاق موجودة فعلا في العداد الصحيحة ولا لا أعطاك مجموعة سين بتساوي سالب واحد وصفر واحد لما أجأت حقق من عملية الإنغلاق بمعنى بمعنى يبقى أنا مش شاهم سؤال بتاع خاصية الإنغلاق ده يمس هنعملوا ازاي هقولك تاخد كل رقمين واجمعهم مع بعض أي رقمين موجودين واجمعهم مع بعض يعني أول مرة هاخد سالب واحد من جوة المجموعة واجمع عليه الصفر هل الرقم موجود في مجموعة الأعداد الصحيحة تعالوا نشوف هقولك هناخد سالب واحد مع الصفر أهو سالب واحد زائد صفر لما تجمع سالب واحد زائد الصفر دينا سالب واحد طيب اسأل نفسك هل السالب واحد ينتمي لمجموعة الأعداد الصحيحة يعني العنصر ده سالب واحد ينتمي للأعداد الصحيحة ابرغف عليه كيه يا راه فعلا حلوة يا جنة سالب واحد فعلا ينتمي للأعداد الصحيحة هنا سمها ايه سمى المجموعة مين mówiąca مالاً قدامنا هنا السين فاحنا نخليها لايه للسين اللي هو يعطيها لنا في السوء طيب أخذ واحدة تانية. أخذ مين مع مين؟ يلا انت خدت الأول سالب واحد والصفر. هتاخد دلوقتي مين ومين؟ ناخد السفر والواحد. كل رقمين نجمعهم مع بعض مرض. شوفهم. هيتطلعوا في نفس القرص ولا لا. السالب واحد والصفر لما جمعناها تلعب سالب واحد. يعني لما خدت سالب واحد والصفر ده. عطاني مين؟ عطاني سالب واحد. حلوة. تعال ناخد السفر والواحد. نجمعهم مع بعض. يلا سفر زائد واحد يديك كم؟ يديك واحد. هل الواحد موجودة في مجم ل diminishedوآلت العدد سين اللي هي اللي موجودة قدامك في القوص ده؟ أيهوا موجودة يميس ال واحد ايه موجود, اذا تنتمي للسين. يبقى الواحد دي تنتمي للسين. لو انا جيت روحت وقلت دلوقتي انا هاخد بقى مش هاخد الصفر انا ااخد السالب واحد والواحد. هخد ده وده هاخد السالب واحد والواحد. ايه اللي هيحصل? يبقى العدد خلي بالك سليب واحد معكوسه كم واحد؟ طبول واحد معكوسه كم؟ سليب واحد. العددين دول لما بنجمعهم مع بعض يديك كم؟ هيدينا صف. هل الصفر موجود؟ أيها موجودة هو يبقى ينتمي للسين. هل اتحققت خاصية الانغلاق؟ يعني لما لقى الأرقام كلها جوة المجموعة كده. هل اتحققت خاصية الانغلاق؟ نعم اتحققت. إذا نقول أن خاصية الانغلاق متحققة على مين؟ متحققة على سين المجموعة اللي هو إيه؟ أعطاهن. تمام. طيب لو خدنا بقى سؤال دلوقتي أجيب عما يلي. غواصة على عمق تسعين متر. الغواصة على بعد كم؟ تسعين متر. تحت سطح البحر. كلمة تحت ترجمها وإحنا بنشتغل كده وإحنا بنقل المسألة. وارتفعت. وارتفعت. ستين مترا. ارتفعت إيه؟ ستين مترا. الله ده هي كانت انخفضت أو نزلت تحت سطح البحر. وبعدين ارتفعت ستين مترا. استخدم العملية الحسابية المناسبة لحساب العمق الجديد للغواص. عايزين نكتب المسألة دي. نكتبها ازاي؟ آه أنا هكتب تسعين متر تحت سطح البحر. يبقى الإشارة بتاعتها ايه لما قول تحت؟ يبقى إشارتها سالبة. طيب وارتفعت ستين مترا. يبقى معناها انها زائد ستين. اهي سالب تسعين. هجم عليها زائد ستين بالموجة بلا انها طلعت لفوق. احنا قلنا في الحصة الاولى ان عندي بعض الألفاظ لما بتتقال ألفاظ رياضية او تعبيرات رياضية. يبقى نقول ايه؟ تحتة يبقى معناها انها اشارة سالبة. انخفضت اشارة سالبة. تحت سطح البحر يبقى دي اشارة سالبة. لما قول ارتفعت صعدت نهضت يبقى ده معناها انها اشارة موجة. فبالتالي لما قول تسعين متر تحت سطح البحر يبقى ايزا دي سالب تسعين. لما قول ارتفعت ستين مترا فهنا معناها انها زادت بقت ستين فإزا ده عدد موجة. سالب تسعين زائد ستين علمتك عند جمع الاعداد الصحيحة ويكون واحد سالب والتاني موجة. يعمل ايه؟ نطرح وناخد اشارة كبيرة. انا هطلح فعلا في المسألة دي. طب اشارة مين الكبير؟ اه تسعين. اذا النتيجة هتطلع بايه يا معايز؟ هتطلع نتيجة سالبة. يبقى هتطلع سالب تلاتين. هتطلع كام يا شطار؟ هتطلع سالب تلاتين. كده انا حلت المسألة اللي قدامي المسألة الحياتية اللي جاتني على الالفاظ. اللي هي المجابة والسالبة اللي هي كلمة تحت وكلمة ارتفعت ودي اللي انا ترجمتها. تمام كده؟ نروح على السؤال اللي بعد. استخدم خواصة عملية الجمب في صار لإيجاد ناتج مايلي مع كتابة اسم الخاصية المستخدم على مهلك بقى معايزة المسألة. هيدك سؤال زي ده سالب سبعة زائد خمستاشر زائد سالب تلاتاشر وبرج سؤال من أسئلة كتاب المدرسة. لما جيت هنا في المسألة دي عشان يقول لي حقق اللي هي استخدم الخواص اللي انت أخدتها دلوقتي. داي نخلي بالك عينيك على الإشارات. لو لقيت في إشارات متشابهة خليهم مع بعض. نجيبهم مع بعض. يبقى اسمها خاصية إيه؟ خاصية الإبدال. نجيبهم جنب بعض. أنا هنا هاخد مين مع مين؟ آه سالب سبعة. أخدها مع سالب تلاتاشر. أهو هدموهم جنب بعض كده. أنا بدلت. جبت السالب تلاتاشر جنب السالب سبعة وخدت الخمستاشر على طرف. يبقى دي اسمها خاصية الإيه؟ اسمها خاصية الإبدال. طيب. هضم بقى أشيل الأقواص دي اللي في الوسط وخلي الكوس حوالين السوالب فقط. يعني اللي هو السالب سبعة والسالب تلاتاشر. هكتب كده. آه دي السالب سبعة وهطرح منها سالب إيه؟ تلاتاشر. وهطرح منها سالب إيه؟ تلاتاشر. تمام كده؟ وهقول زائد إيه؟ زائد خمستاشر. كده خلاص؟ تمام. حلوة أوه. طيب. أنا هنا بعدين هعمل خاصية إيه دي؟ دي خاصية الدمج. دي خاصية الايه؟ الدمج. تمام. على فكهة سالب سبعة وهنا برضو زائد دي زائد ها زائد سالب تلاتاشر. دي زائد سالب تلاتاشر. اللي شرطين هم اللي متشابهتين لك اللي عمليها في الوسط زائد. يبقى أنا هنا هكتب زائد سالب تلاتاشر. أمسح دي بس. وهعمل هالك زائد في الوسط. اهي. يبقى معناها ان أنا عندي هنا دي زائد. تمام اهي ودي سالب 13 بتاعتها اللي موجودة فوق تمام كده سالب 7 وسالب 13 تطلع كم يا شطار هتطلع سالب 20 حلوة اوه ضمتها على بعض جمعتها لان المجامع عددين سالبين ينزل سالب ينزل ايه سالب بنجمع وينزل سالب نزل بسالب 20 حلوة اوه سالب 20 زائد 15 يبقى هنا لما اجي احلها هلاقي عدد سالب وعدد ايه ولاقي عدد موجب اذا هنطرح وناخد اشارة كبير يبقى بمعنى ان انا هطرح 20 من 15 يبقى يديني 5 واشارة كبير اللي هي ميم اشارة العشرين بالسالب يبقى سالب 5 ودي نشوف السالب 5 اه السالب 5 بقى موجودة خاصية ايه بقى اللي موجودة في الاخر دي سالب 5 هل موجودة في العدد صحيحة نعم يبقى خاصية انغلاق اهي حققت كم خاصية في المسألة دي حققت 3 بدلت الرقم اللي هو العدد اللي هو السالب مع السالب اهو خاصية الابدال تحققت جيت بعديها رحت دمجت السالب مع السالب وجمعتهم ونزلت الاشارة سالبة اسمها خاصية دمج رحت خليت هنا لما جيت حققت عملية الطرح ان انا هنا هي عملية جمع وانا قلت هنطرح العددين باشارة الكبير وخدت السالب اللي هي سالب 5 لو لقيت بعد كده على خط الاعداد سالب 5 اعرف انها تحققت اللي هي عملية الانغلاق لانها عدد ينتمي الى ايه رقم ينتمي لمين لمجموعة الاعداد الصحيحة فاذا خاصية الانغلاق تحققت طيب ندخل بعد جزء التاني من الحصة وهي الطرح طرح الاعداد الصحيحة الكل منتبه معايا يلا نشوف الطرح بنعمله ازاي بيقول لك انا عندنا المسألة لو بدأت بعدد ناقص عدد الف ناقص به بتساوي الالف زائد المعكوس الجمعي لعدد به انا مش فاهم يا ميس معناها ان الالف لو انا خلتها بتماني وهنا هطلح منها تلاتة هنا العملية اللي في الوسط ناقص كل العمليات اللي جات في المسألة اللي قدامي دي عملية الطرح خلي بالك بقى اول ما ألاقي عملية الطرحي نعمل ايه هقول العدد الاول ينزل زي ما هو ركز معايا العدد الاول ينزل زي ما هو ينزل الاهو كتبت لك انزل طيب والطرحي يا معايز ها الطرح نعمل ايه؟ الطرح اغير. الطرح ايه؟ اغير. ما معنى اغير؟ يعني اجيب العملية التانية العكسية. مين هي العملية العكسية؟ اللي هي الجن. يبقى انا هغير يبقى هدي زائد. حلو. التلاتة نعمل فيها ايه؟ التلاتة اجيب لها المعكوس. هي كانت تلاتة. معكوسها كام؟ اجيب لها المعكوس ينزل. اهو يبقى سالب تلاتة. تاني. نقولها تاني. نقولها تاني. نقول تمانية ناقص تلاتة. ها عايزين نتعلم عملية الترح سهلة جدا. العدد الاول انزله. اهو احفظ انزله. مين اللي هينزل؟ العدد الاول اللي هو تمانية يا يارا. اه يا جنة. العملية الترح ها نعمل فيها ايه؟ اغير. يبقى انزل، غير، اعكس ثلاثة عمليات بنعملهم في عملية الطرح انزل وغير وعكس هينزل الأول ويغير العملية إلى جمع أهو يغير العملية غير العملية بتاعتك بدل ما هي طرحة تتحول لجمع اللي بعد الطرح بيتعكس اللي بعد الطرح يتعكس لو هو موجب زي الثلاثة كده اعكس هو بيقولك المعكوس هات له المعكوس بتاعه يبقى مين يا شطار؟ يبقى سالب ثلاثة تمام فاتحولت المسألة لعملية جمع زي الخطوات اللي اشتغلنا بيها من شوية بقى أصبح عندي عدد موجب هجم عليها عدد سالب عند جمع عددين مختلفين ها نطرح وناخد إشارة كبير أحسنتم يبقى إشارة كبير مين؟ التمانية يبقى معناها أن الإشارة تطلع لي موجب وتمانية نقص ثلاثة تصبح بخمسة موجب أهان نقول تاني يبقى لما آج أقول طرح الأعداد الصحيحة أول عدد يجيني في المسألة أو ما للمح كلمة طرح شايفين عملية الطرحة دي؟ لأنا حطت عليها دايرة ولا مستطيل؟ إيه اللي بيحصل؟ التمانية نزل ينزل زي ما هو العدد الأول عملية الطرحة تتغير يا معز تبقى عملية جمع والثلاثة اللي بعد عملية الطرحة اللي بعد عملية الطرحة نجيب له المعكوس أحفظها بانزل غير معكوس انزل غير معكوس أنزل التمانية أغير عملية الطرحة تبقى زائد والثلاثة نجيب لها المعكوس بتاعها سالب ثلاثة طب افرد ان هنا بدل الثلاثة حططلي سالب اتنين افردنا وحططلي سالب اتنين ها معكوسها كام؟ معكوسها اتنين لو أنا حطط لك سالب خمسة معكوسها كام؟ هتبقى خمسة آه يعني لو جاتني بإشارة سالبة بمعكوسها موجة حلوة أو طيب أنا دلوقتي القاعدة اللي ظهرت قدامي بقت عملية جمع ما وفي الوسط بقى جمع دي بقى يبقى معناها وهنا عدد موجة وهنا عدد سالب اذا هطرح وانزل بإشارة الكبيرة اللي هي الخمسة طرح تتمين ناقص ثلاثة تديك كام؟ تديك خمسة موجة ممتازين تعالوا ناخد مسائل على الجزء ده اوجدناك سالب واحد ها ناقص اتنين العملية ايه في الوسط؟ العملية في النص اللي هي ايه؟ الطرح نعمل ايه؟ جرفوا عليكم يبقى هينزل سالب واحد ممتازين حلو قوي وبعدين الناقص يلا هتتغير تبقى ايه يا شطات؟ هتبقى زائد حلو يبقى الاول ينزل لازلناك عملية الطرحة حولناها طيب واللي اتنين بقى موجبة تتحول لإيه يا شطات تتحول لسالب اتنين هي تكاة اتنين مع كوسها كام؟ سالب اتنين يلا تحولت لعملية جمع بقت سالب واحد زائد سالب اتنين هنا بنجمع عددين ما لهم دي عدد سالب ودي عدد سالب يبقى عددين سالبين عند الجم نجمع وينزل سالب اجمع واحد واثنين تلاتة وينزل سالب يبقى سالب تلاتة ها كده تمام؟ ممتازين نشوف المسألة اللي بعد كده سالب ستة ناقص سالب اربع ها يا يا رب نعمل ايه؟ حلو سالب ستة شايفاكم سالب ستة ينزل زي ما هو الأولين ها والطرح تتحول لإيه؟ والطرح تتحول للجم ممتازين والسالب اربعة نجيب لها المعكوس معكوس سالب اربعة كام يا شطار؟ برافو عليكم اربعة يبقى اذا هنا هنشوف المسألة تحولت إلى جم ولكن مختلفة الأرعبات هنا بالسالب وهنا بالموجب يبقى في حالة اختلاف الإشارات بنطرح وناخد إشارة كبير يبقى هنطرح ستة من اربعة وناخد إشارة كبير اللي هي مين؟ اللي هي الستة سالبة اذا الإشارة هنا هتجي إشارة سالبة بطرح واخد إشارة كبير اللي هي الستة اللي هي الستة اطرح ستة من اربعة تطلع بكام يا شاطر؟ تطلع بسالب اتنين احسنتم جميعا شوفوا المسألة التالتة تمانية ناقص وسالب اربعة هنعمل ايه؟ العدد الاول موجب ها بيعمل في حاجة؟ لا يا ميس ده بينزل زي ما هو انا بنفذ الكلام اللي انتو بتقوله بقى انتو حفظتو خلاص القعدة واتمرنتو كويس التمية الاول ينزل زي ما هو الطرح يتحول او يتغير تتحول الى عملية جمعي بأي عملية الطرح عندي احولها الى جمع ما بعد عملية الطرح نجيب معكوس جمع نجيب المعكوس الايه؟ الجمع السالب اربعة بتتحول للمعكوس تبقى ايه هي كانت سالب؟ تبقى المعكوس بتاعها كام؟ برافو عليكم بكام بربعة اذا هنا هتتحول مسألة الى جمع عددين موجبين التمانية موجبة والأربعة موجبة يبقى تمانية واربعة يديك كام يا شطار يدينا اتناشر اهو هكتب كده اتناشر يدينا كام؟ اتناشر ها فهمنا عملية الطرح اول رقم بينزل زي ما هو عملية الطرح تتحول او تتغير للزائد العدد اللي بعد عملية الطرح نأتي له بالايه؟ بالمعكوس ممتزين ندخل على السؤال اللي بعد كده او الطريقة اللي بعد كده اعطك خوصة عملية الطرح لو بصينا في خوصة عملية الطرح بصوا خاصية القول ايه انغلاق عملية الطرح مغلقة في صار اي انها ممكنة دائمة عملية الطرح مغلقة اه يعني اي رقم يتوجد عندي موجود داخل صار لو قلت خمسة ناقص ثلاثة بتساوي خمسة ناقص ثلاثة هتحلها ازاي؟ ايوه مسعبير قالت خمسة تنزل زي ما هي الناقص تتحول لزائد وما بعد عملية الطرح اللي هي عملتها جن نجيب المعكوس يبقى نحط هنا سالب ثلاثة نجيب معكوس الثلاث رفع لكوريا شطار يبقى خمسة زائد سالب ثلاثة هنا نطرح وناخد اشارة الكبير يبقى خمسة ناقص ثلاثة تديك اتنين والاشارة الكبيرة هي الموجبة هل الاتنين موجودة في صاد ولا لا ايوه يا مسعب دي مغلقة موجودة في لاعداد الصحيحة تنتمي له فإذا الانغلاق دائما موجود مغلقة مغلقة على صاد حلوة قولة طيب الخاصية التانية هل تتحقق ولا لا لإبدال عملية الطرح ليست إبدالية في صاد آه ليست إبدالية الطرح ليس إبدالي ازاي بنفس الطرية لو قلت خمسة ناقص ثلاثة حلوة ورحت قلت طبعا حلتها بنفس الطرية لفوق العد اتنين طيب تعالا نغير تعالا نقول تلاتة ها وناقص خمس وناقص ايه خمس هنعملها ازاي يلا هنقول التلاتة تنزل زي ما هي بالمسألة الاولى اللي احنا هننفوق بخمسة ناقص ثلاثة باتنين اهي هنحل بقى نعكس بقى تلاتة ناقص خمسة التلاتة تنزل زي ما هي والناقص تتحول لزاي والخمسة نجيب لها هل معكوس سالب خمسة يبقى هنطرح وناخد اشارة الكبير هتبقى تنزل لي سالب اتنين الله يعني لما بدلت دي كانت اتنين لما بدلت الارقام اصبحت سالب اتنين هل هي متحققة هل هي ابدالية لا ليست ابدالية ليست ايه ابدالية طيب لو جيت دخلت على الخاصية الدمج هل عملية الطرح دامجة لا ليست دامجة في صار ليه يا ميس ما احنا لو خدنا تلت ارقام وبدلنا الاقواص وطلعنا النتيجة مش هتطلع تلت ارقام لو دخلناهم هيطلعوا بنفس الطريقة انها ليست زي الليست ابدالية هيدينا ارقام غير الارقام اللي من الناحية التانية طيب دي طبعا الدمجة ده عملية الطرح ليست ايه دامجة في صار طيب يبقى انا عندي كده مين الخاصية بقى المسموح بيها في الطرح خاصية الانغلاق اما باقي الخاص ها مش موجودة طب تعالوا نشوف كده فيه خاصية الصف تعالوا كده هدي الصف الصف ليس عنصرا محايدا في عملية الطرح في صار ايه الصف لما يجي الاول ونترح منه العدد طبعا هيتغير ما هو العدد لو جي في الاول ما هيبقاش ينفع نفس الشيء في الصف لما يجي الاول الصف وهو واطرح منه ثلاث هطرح ثلاث هنقول الصف ناقص ثلاثة. تبقى الصفر. وهنجيب زائد. صح? والثلاثة تبقى سالب ثلاثة. المعكوس بتاع التلاثة. فهتطلع بسالب ثلاثة. هتطلع دي بسالب ثلاثة. حلو. طيب. النحية التانية. لو عملت هنا التلاثة الاول. التلاثة. وهطرح منها الايه? هطرح منها الصف. هتصبح ثلاثة. هل السالب ثلاثة هي نفسها التلاثة? اذا هنا الصف ليس عنصرا محايدا. ليس عنصرا ايه? محايدا. ها? يبقى انا عندي خاصية مين اللي اتحققت الانغلاق? اللي بدا لا. الدمج لا. الصفر ليس عنصر محايد. طيب. ايه اللي هستفد منه بعد كده? آه ده انا دلوقتي هدى احل مسائل على الطرح. ازاي? يلا نشوف. اوجد ناتب. ما يلا? تسعة ناقص ها? سالب تماني. التسعة ناقص سالب تماني. اعملها ازاي? ايوه. مسعبير قالت العدد الاول ينزل. والطرح يتحول الى جمع. وما بعد الطرح نجيب المعكوس. اهو معكوس سالب تماني. يبقى موجب تماني. عمليت جمع لعددين موجبين. موجب مع موجب. نجمع وينزل موجب. تسعة وتمانية كام يا معاز بيساوي سبعتاشر. احسنتم. المسألة اللي بعديها بيقول لي سالب تمنتاشر. نطرح منها تمنتاشر. السالب تمنتاشر تنزل زي ما علمتك اهو. والطرح تتحول لجمع. والتمنتاشر نجيب لها المعكوس. معكوس التمنتاشر. ها ناقص تمنتاشر او سالب تمنتاشر. يبقى سالب تمنتاشر. زائد سالب تمنتاشر. نجمع عددين سالب اين? يبقى سالب مع سالب نجمع وينزل سالب. طمنتاشر وطمنتاشر يطلعوا سالب ستة 30 بالإشارة السالبة. لأنه بنجمع وبتنزل سالب. يبقى سالب 36. طيب المسألة الثالثة. 27 زائد سالب 17. آه خلي بالك. العملية اللي كانت الأولى ايه? طرح. وحولت. والعملات التانية ايه? طرح. وحولت. طيب. هنا بقى عملية ايه? جمع زي ما بدأت اول حصتي. 27. هنجمع عليها سالب 17. حقق لي قواعد الجمع الثلاثة. واحدة من الثلاثة. طبعا هنلاقي التالتة. هي الموجب مع السالب. هجمع موجب مع سالب. هنا اشارتين مختلفتين. يبقى هنعمل عملية طرح. وناخد اشارة كبير. من الكبير? 27. فهنطرح منها السالب 27. يبقى الاشارة هتطلع ايه? موجب الاشارة موجب. ونترح 7 من 7 صف. اهي. 7 من 7 صف. واثنين من واحدها. واحد. تطلع بكام? بموجب 10. بموجب ايه شطار? بموجب 10. احسنتم جميعا يلا نشوف المسألة اللي بعد كده. جبتلك سؤال اختيار. تلاتة نطرح منها مطلق سالب تلاتة. ايه تلاتة? اطرح منها مطلق سالب تلاتة? يبقى لازم نحل المطلق اللي خدناه في الحصة الاولى يا شطار. معايا يا شباب? يبقى التلاتة. عايز اطرح منها مطلق سالب تلاتة. لازم نحل دي الاول. نفط المطلق. المطلق دائما يعطي اعداد موجبه لان المسافة بين الصفر والعدد نفسه. ها يلا يازم يطلع ايه? مسافة موجبه. بل المسافة بتبقى بالموجب. فبالتالي سالب تلاتة داخل المطلق تطلع النتيجة بتاعتي بكام? بتلاتة. يبقى هيطلع من المطلق هنا تلاتة. حلو. طيب تلاتة نطرح منها تلاتة. ماذا عبير قالت لنا? في عملية الطرح. انزل العدد الاول. اغير العملية. واجيب معكوس العدد بقى هو اللي فوق ده. اجيب معكوس اللي فوق ده. معكوسه بكام? معكوسه بسالب سالب تلاتة. اه تلاتة زائد سالب تلاتة. مجموع العدد ومعكوسه. يعني العدد ونجمع عليه معكوسه. العدد ومعكوسه يديك كام? يدينا صفر برافو عليكم. مسألة اللي بعد كده. جيت قلت اربعة زائد سالب خمسة. الاشارة هنا ايه? العملية هنا ايه? جمع. بس العددين مختلفين. عايزين نختار الاجابة الصحيحة. العددين مختلفين. صحي كده? يبقى هنطرح وناخد اشارة الكبير. هطرح واخد اشارة الخامسة. السالب خمسة اللي انه. يبقى الاشارة تطلع بالسالب. هطرح خمسة من اربعة تطلع بواحد. اللي هي بالسالب واحد. صحي كده. هاخد سالب واحد. اهي. تمام? طيب. اللي بعدينها. سالب سبعة زائد سبعة. العلامة ايه هنا? العملية ايه هنا? ايه عمليه؟ تجمع. هجمع عددين مختلفين. هجمع عددين ايه? مختلفين. سالب 7 ومعكوسه لما جمعهم مع بعض يدينا كام يا شطار نختار هل يطلع يطلع سالب 14 ولا 0 ولا 7 ولا 14 نسألنا بنقول العدد سالب 7 معكوسه كام 7 ولو جمعتهم يطلع كام يطلع بصف ممتازين عافية على أولادي يلا نشوف السؤال اللي بعد كده اوجد قيمة سين في كل حالة من الحالات التالية سين زائد 5 بتساوي 2 انا عايزة حل دي احلها ازاي تقول السين زائد 5 هاعمل ايه هاقول له هكتبها تاني وهضيف المعكوس للطرفين هضيف المعكوس للايه للطرفين هروح ادور على الجنب السين واتخلص منه مين اللي جنب السين هنا آه زائد 5 هقول له طبعا انا هكتبها على واسع هقول سين ها زائد ها 5 متازين واعمل مسافة صغيرة واكتب اتنين هنا جنبها بعد اليسار انا بقى دلوقتي عايزة اتخلص من الخمسة دي اللي هي زائد 5 دي اتخلص منها ازاي هي كانت زائد 5 علشان اشيلها يبقى هضيف المعكوس بتاعها للطرفين اغير اللون وهروح اقول له تعالا نغير نجيب لها المعكوس هضيف هنا المعكوس ثالب 5 ماي 5 معكوسها ثالب 5 ليه عملت كده عشان اني يبقى الخمسة تروح مع السنب الخمسة تبقى بصفر هلا بضيف طرف واحد اليمين بس لا عشان تبقى معادلة لازم قعدل الطرفين على يمين اليساوي تكون قدل على يسار اليساوي فبالتالي بضيف السنب خمسة مرة واحدة للطرفين مرة قبل اليساوي ومرة بعد اليساوي ده امتى لما تكون السين انتجمعت على الخمسة فبجيب معكوس الخمسة تبقى بسنب خمسة طيب وبعدين نكمل الخمسة هتروح مع السنب الخمسة لان عدد معقوسه يدينا كام يا شطال هيدينا صف ويددينا ايه صف اذا سين تساوي السين بقى تبطغى في الوحدية هو عايز ق Airport هو فوق بيقولك عايز قيم warsim عايزين سين تساوي اتنين ناقص خمسة اتنين ناقص ايه اتنين ناقص خمسة طيب اتنين ناقص خمسة دي هيعملها ازاي اه اللي اتنين ناقص خمسة تبقى هنقول. اللي اتنين تنزل زي ما هي. الناقص تتحول لزائد صحي كده. والخمسة تتحول لايه? لسالب خمسة. تتحول لسالب ايه? تتحول لسالب خمسة. بقى تحولت لمسألة جامعة عددين مختلفين. واحد موجة بواحد سالب. نطرح يا معاذ وناخد اشارة الكبير. يبقى خمسة نطرح منها اتنين تبقى كام? تبقى سالب تلاتة. لان الخمسة هي الاكبر فبالتالي اشارتها هي الايه? اللي هناخدها. تصبح سين بكام? تصبح بسين بكام? سالب تلاتة. احسنتم. تعال بقى نشوف مسألة تانية برضو معادلة. اهي. سالب سبع. عايزين السين. عايزين السين دلوقتي. طيب. تعال انبص. السين هنا جانبها مين? جانبها سالب سبع. اه. يبقى انا عايز اتخلص من دي. من السالب سبع دي. اعمل ايه? هضيف للطرفين. عكس العدد ده. معكوس العدد ده. اه. هي كات سالب سبع. هنضف لها العكس بتاع. المعكوس بتاع. يبقى مين? يبقى هضف لها السبع. عالطرفين سبع من هنا. موجب. وهروح اقول هنا. زائد سبع. تمام كده? السبع. هتروح مع السالب سبع. العدد ومعكوسه. يعطي كم? يعطي صفرة. ضفط للطرفين. معكوس العدد اللي جانب السين. ضفط السبع للطرفين يا شطان. فاصبح السبع مع السالب سبع تدي ايه? صف. السين بقت لوحديها يا شطان. اهي السين بتساوي. بقت في طرف لوحديها. سالب عشرة زائد السبع. العلامة في النص او العملية في النص جمع. بنجمع عددين مختلفين. الكبير فيهم كم بالسالب? يبقى نطرح وناخد اشارة السالب. يبقى السالب تنزل? واطرح عشرة بالسابعة تصبح كام? تصبح سالب تلاتة. تصبح السين ايضا بكام هنا? تصبح السين بسالب تلاتة. احسنتم. يبقى هنا السين تصبح بسالب تلاتة. انا عملت ايه? انا عملت هنا جبت قيمة السين باضافة المعكوس للطرفين. اضافة عكس العدد. معكوس العدد للطرفين. لما كانت زائد خمسة ضفت لها للطرفين. ها? سالب خمسة للطرفين. فاصبحت السين هنا بسالب تلاتة. لما كانت السين جنبيها عدد سالب سالب سبعة. جبت لها المعكوس ضفته للطرفين. ضفت السبعة بالموجب هنا وضفت السبع بالموجب نحن اليسار. واحدة يمين وواحدة يسار. فأصبحت السين بكام لما خلصت طبعا العدد ومعكوسه وتعلمنا انه بصفل. فهنا خلصت الطرف اليمين. بقت السين لوحده. السين نزلت. اللي هو عايزة. فهطرح هنا هنلاقي السالب عشرة زائد سبعة. هنا بنترح وناخد اشارة الكبير. طرحنا وطرعت بسالب كام بسالب تلاتة. كده انا خلصت حصة النهار. اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا عملية الجامع انها لها تلات حالات. عند جامع عددين موجبين نجمع وينزل لعدد موجب. وعند جامع عددين سالبين نجمع وينزل لعدد سالب. وعند جامع عددين مختلفين واحد موجب واحد سالب. اسمها نطرح وينزل اشارة العدد الكبير. تمام؟ وخدنا خواصة تمثل عملية الجامع او تنطبق على عملية ايه؟ الجامع. ولما دخلنا في الطرح شرحت الخواص بتاعته وجدنا ان خاصية واحدة فقط هي اللي تنطبق عليه وهي خاصية الانغلاق خاصية الانغلاق تمام اي عدد بترحب نلاقيه في عملية الاعداد الصحيح في الاعداد الصحيح عامة طيب ولما تيجي تطرح بتعمل ايه العدد الاول ينزل زي ما هو عملية الطرح تتغير ونأتي بالمعكوس بعد عملية الطرح نأتي بالمعكوس الجمعي للعدد اللي بعد عملية الايه الطرح عطتك ازاي تحل مسائل جمع ومسائل طرح وخط مسائل حياتية وفي الاخر جبنا قيمة السين بيبقى تعلمنا النهاردة الجمع وطرح الاعداد الصحيحة وخواصة كل عملية ان شاء الله نتقابل في حلقة القادمة باذن الله كان معكم الاستاذ عبير حسني معلمة الرياضيات ومدربة الصفوف العليا مع تمنياتي لكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته